أنا مع الدارجة ولكن أين هي دارجتنا؟ دارجتنا هي لغة عربية سليمة يعني هي لغة عربية محترمة نحن الذين يعني بفعل فاعل بفعل المستعمر تغيرت وتشوهت عندما جاءوا يصابوا الطرقات في المغرب في بداية عهد الحماية بدأوا يقولوا للناس بدل ما حلكوا مكان بلاستك يمشي في البلاستك يمشي في البلاستك كده كده صاب التروتوار صاب ده يمشي في الكوزينة يمشي الدير كده يعني تشوهت لها لغة بدأت تدخل مزموعة من كلمات نحن ما عندناش من نجينا هات الكلمات جات معها الحماية من استغني؟ أنا استغنيت على هات كلمة الحماية وأرفضها أرفضها في عملي وأرفض أن أسمعها عند الآخرين لأنها أولا لا تذكر إلا في الاحتلال وفي المستعمر وتانيا أنا أرى أنني أشرف لي أن أسمع في بيتي ومع أبنائي نسمع مطبخ ومن نسمعش الكوزينة نحن لا نطالب شي واحد نقول يا بنيتي اذهبي إلى المطبخ وهاتي لي كأس شيء ولا كأس كده ولا كأس ماء من التلاجة لا لا أبنتي سيلي المطبخ جيب لي كأس من التلاجة ولا شريبها من التلاجة هذا ولا كين؟ لا نتكلم هذه لغتنا صحيح أنا نقول غير ما تقولش ديك الكوزينة ما تقولش ديك الفريجيدير وما تقولش دك التروتوار فقط وخصوصا في الفن عيب على الفنانين يستعملوا كلام الشارع لأن الفن لغة له لغته الخاصة